موسيقى الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلة والمسالك البولية والتناسلية استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة موسيقى موسيقى أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا وموضوع مهم مع واحد من ميجا ستارس عالم الضعف الجنسي لأنه خلينا نقول إن ده موضوع مهم حالة مرضية مهمة جدا الضعف الجنسي والتسريب الوريدي اللي هو هنبدأ بيه حوارنا النهاردة حالة مرضية ليه؟ لأنه الضعف الجنسي عموما التسريب الوريدي يؤدي إلى ضعف فيه الانصاب إنه ده من الحالات المرضية اللي الإنسان فيها بيتأثر نفسها بشكل كبير جدا المريض أي مريض تعالى مثلا كان مريض بيعاني من حصف الكلة بيتضخم في البرستات المريض ما عندهوش مشكلة ممكن حتى يروح يكشفه ويروح يعمل ويبدأ يبحث عن حلول لحصوات الكلة ويتضخم مفيش مشكلة لكن المريض اللي عنده مشكلة خاصة بيضعف الجنسي يبقى عنده حالة أولا من الإحساس بالخجل ثقافة بتاعت الشرقين كده وممكن ميروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده ومش فاهم بقى الموضوع المتعلق بيه ولما تقوله وما يتقاله أنت عندك تسريب وريدي تلاقيه بقى ارتبك أكتر ويبدأ يبحث عن أي حاجة يلاقي إعلان كده كريم يعالج التسريب الوريدي طبعا دي فضيحة علمية يا جماعة يعني خلي بالكم لو جيت في أي حتة في العالم قلت إيه ده أنا في الحتة الفلانية في تلفزيون بيطلع كريم يعالج تسريب الوريدي هتلاقي الناس في تكرتها جوك في تكرتها دعابة كريم إيه اللي هيعالج تسريب وريدي تعالوا نهاردة راحب بضيف العزيز زي ما قلتلكوا واحد من الأسماء القديرة واسم علمي رائع جدا جدا أنا بفتخر بوجوده معنا وبسعيد جدا بالحوار العلمي معنا وأكيد يعني بيصحح لنا وبينور لنا نقاط عديدة مهمة جدا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة واحد من ميجسرس عالم المسالك وعالم الزكورة الأساس دكتور سلاح زيدان أستاذ جراحات الكلة والمسالك البولية والتناسلية والاستشاري لأمراض الزكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جماعة الأزهر وعضو جمعين أمريكية والدولية والأوروبية لجراحات المسالك البولية والأمراض الزكورة بإسم القدير أهلا بك أهلا تور عين منورنا منورنا منورك لما سيخترت التسريب الوريدي؟ يعني كان بدأ النجم يأفل سيب الموضي هو الحقيقة الآن طبعا موضوع التسريب الوريدي هي بقيت كلمة مخيفة طبعا لبعض الناس يعني مثلا مريض عنده مشكلة مثلا في ضعف الانتصاب وبعد كده بيعمل أشعة أو بيعمل بعض التحاليل فالدكتور بيقول له عندك تسريب وريدي يبدأ المريض يعيد حساباته تاني يعني إيه كلمة تسريب وريدي؟ عشان كده طبعا كلمة تسريب وريدي ده أصبح الاسم الشهير لضعف الانتصاب حقيقة عارف طبعا ضعف الانتصاب هو بيكون عدم القدرة على حدوث الانتصاب أو عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب بشكل مستمر بيلاقي ناس كتير طبعا يعني بيبقى مش عارف هو هو سن بيعبر عن مشكلة ضعف الانتصاب إنه قدرته الجنسية ما بقيتش زي الأول زي زمان أو ممكن واحد مثلا لما يجي يقيم علاقة جنسية مفيش أصلا انتصاب أو هو بيبقى عنده انتصاب قوي جدا وبعد كده الانتصاب بيبدأ يضعف بعض الناس ممكن يترجم إنه هو أو مثلا في أول بداية الجواز ممكن ما يكونش عنده انتصاب خالص في أول أسبوع أو أول ثلاث شهور من الجواز بعض الناس بيضعف الانتصاب واحد تاني ممكن يكون متجوز اتنين تلاقي عنده مثلا انتصاب كويس جدا مع الزوجة منهم الزوجة التانية طبعا عنده ضعف بعض الناس طبعا برضو تلاقيه متجوز بقاله فترة طويلة جدا ويقول لك أنا متجوز واحدة بنت حلالة طبعا ببتتكلمش في العلاقة وأنا أعتقد ده طبعا مع التقدم في السن أو بيربطه طبعا بالعامل السن وفي ناس طبعا بتلاقيه بياخد نفسه بيروح على الصيدلية ياخد أرس النهاردة طبعا بيبقى خلاص بقى كويس جدا مع الحباية فيقول لك أنا مقدرش يقيم علاقة من غير الأرس أو من غير الحباية فبالتالي طبعا موضوع التسريب الوريدي ده مصطلح أو المصطلح الشائع حاليا لموضوع ضعف الانتصاب وطبعا موضوع طبعا التسريب الوريدي احنا بنسميه فولس في مصنيم يعني هو أصلا ما بيحصلش تسريب في الوريد لكن كنا بنعتقد زماني مشكلة في الوريد دلوقتي طبعا أصبح المشكلة ممكن يكون المشكلة في الطبق الخارجية اللي هي المغلفة للأنسجة الكافية حالك عارف طبعا الميكانيزم بتاعة الانتصاب بيحصل ضخ الدم في الشريان فبيحصل الأنسجة الكافية تنتفخ تضغط على الوريد وبالتالي بيحصل أن الطبقة الخارجية ما تضغطش على الوريد كويس وبالتالي الدم بيرجع بسرعة وقد يكون مشكلة في الشريان بعض الناس طبعا بتعود على أن ضخ الدم في الشريان بيكون قوي جدا وبالتالي ممكن يحصل أو يلاقي تسريب وريدي يحصل بسرعة قبل ما يحصل يعني المشكلة بتبقى في الشريان بس المريض يترجم أو بالأشعة يطلق عنده تسرب وريدي وطبعا برضو خلينا نبقى برضو يعني موضوع التسريب الوريدي لين وعين في حاجة اسمها تسريب وريدي مشكلة تشريحية وقد تكون مشكلة وظيفية تشريحية يعني مشكلة في الأنسجة الكافية يعني النسجة الكافية نفسه حصل فيه مشكلة سواء مثلا كان فيه تلايف في العضو الزاكري أو حصل قطع في النسجة الكافية وممكن تكون مشكلة وظيفية يعني النسجة الكافية نفسه ما بيشتغلش كويس وده بنلاقيه طبعا مع مرضى السكر أو الناس اللي هم طبعا مدخنين مادة النيكوتين دي طبعا ممكن تعمل عدم انبساط في العضلات وبالتالي طبعا بيبقاش الدم بيضخ كويس جدا في العضو الزاكري عشان كده حالك بتلاقي بعض الناس ممكن ياخد أدوية أرسي مثلا معين أو ياخد أدوية منشطة ما بتشتغلش لكن لما بياخد حقن موضعي أو يستعمل حقن الموضعي ممكن يستجيب للحقن الموضعي فده بنسميه تسرب وريدي نتيج أو وظيفي أو ده خلل وظيفي في النسجي الكافي ده أهم الأسباب لكن البرستاطة تلعب دور في هذا الأمر؟ البرستاطة طبعا ليها دور يعني هي ملاش علاقة مباشرة يعني احنا دايما لما بنيجي حتى نتكلم على أسباب الضعف في الجنس بنتكلم طبعا الأسباب النفسية وبنتكلم على الأسباب العضوية سواء كان مشكلة مثلا في عدة ليلة الزفاف أو ضعف الجنس في ليلة الزفاف أو مشكلة عضوية سواء كان في مشكلة في الخلل الهرموني أو مشكلة مثلا مريض سكر أو عنده مرض بيروني أو عنده بعض المشاكل أو مثلا بياخد أدوية معينة لكن لما بنيجي نتكلم بنيجيب سرطة البرستاطة خالص هي ملاش علاقة مباشرة لكن بعض الناس أحيانا بيكون عنده أعراض شيدة جدا أعراض بسا زي ضعف مثلا البول ضعيف بيقطع حرقان شديد في البول فطبعا هو ما بيقدرش إنه هو يقيم علاقة جنسية سليم فبالتالي هالبرستاطة ممكن تأثر ممكن التأثير ما بيكونش غير مباشر أو ممكن يكون التأثير نفسي أكتر لأنه طبعا بعض الناس بتربط البرستاطة بعلامات الرجولة أو علامات الزكورة لكن هي كعلاقة مباشرة بالضعف الانتصاب لا هي ملاش علاقة مباشرة لكن احنا بيلاقي بعض الناس أحيانا ما بيعمل عملية البرستاطة سواء بالتبخير أو بالليزر لا بلاقي حوالي 30% الناس بتحسن أو العلاقة الجنسية نفسها بتتحسن فالبرسطة مالهاش علاقة بباشرة بموضوع ضعف الانتصاب أو التسريب الوريد دوال الخصية فالليه علاقة؟ دوال الخصية برضو نفس الكلام هي مالهاش برضو علاقة مباشرة لكن احنا طبعا مع بعض الأبحاث اللي اتعاملت أو فيه ناس قالت ان احنا لما بنعمل عملية الدوالي بلاقي بعض الناس بتتحسن أو القدرة الجنسية انها بتتحسن بعد إجراء عملية الدوالي الخصية وبالذات طبعا سواء إجراءها بس طرق الجراحية أو الطرق الحديثة ذات طرق الميكروسكوبية لكن أحيانا بعض الناس اللي عندهم مشاكل في دوال الخصية ومراحل متقدمة احنا بتأسع الهرمون الزكورة وبهرمون الزكورة نفسه بيقل وبالتالي لما بيقل الهرمون الزكورة أحيانا بيأسع القدرة الجنسية لكن كعلاقة مباشرة برضو بالدوالي انها بتؤدي إلى ضعف الانتصاب هي مرحلة لسه يعني دوت شوية مش أكيدة 100% لكن حاليا بعض الأبحاث بتقول والله لما فيه ناس عملية العملية أو عملية الدوالي لدينا بعض الناس ممكن أنها تتحسن العادة السرية العادة السرية طبعا برضو من الحاجات هي الحاجات الشئكة شوية يعني برضو من الحاجات اللي هي فاها جدل كبير جدا بين الدكاترة وبعضهم وإن كان بعض الناس بتنصح بيها لكن أنا بقول طبعا أن هي يعني في جدل ما بين الفوائد والأضرار لكن الأضرار أكتر من الفوائد وبالتالي إحنا يعني يجب نحب أن ننصحش بيها لدينا ممكن تؤثر على تعمل سرعة قصف تعمل احتقان للبرص دهدا برضو الشعور بالزنب والشعور بالاكتئاب والخجل طبعا برضو مشاكل في بعض الرجالة بتزوج ممكن يمارس العادة السرية ده برضو بتؤدي للخلافات الزوجية أشهر حاجة طبعا أن بعض الناس الإفراط في العادة السرية ممكن يؤدي إلى تدمير الأجسام الكهفية وده طبعا ليه دور كبير جدا في أنه يحصل موضوع ضعف الانتصاب أو موضوع التسريب الوري طبعا هي فيها جدل كبير بس طبعا وما فيش أبحاث دقيقة 100% في الموضوع ده لكن اللي توصلنا عليه حاليا هي ممكن تعمل طبعا مشاكل في ضعف الانتصاب أو ضعف الجنسي عموما يعني هرمون الزكورة ونقصه علاقته بالقصة بتاعت النصاب وطبعا هرمون الزكورة اللي هو والهرمون طبعا ده بيخرج من حاجتين بيخرج من الخصية دي المسؤولة عن هرمون الزكورة بنسبة 98% حوالي 2% دول بيخرجوا من الغدة للفول الكلاوية أو الغدة الكزرية حاجة عارف طبعا هو ده يعني بيفرز في مرحلتين مرحلة جنينية هو لسه طفله صغير يعني ده مسؤول عن تنوع الجنس لما بيبقى في مرحلة البلوغ بيبقى بقى مسؤول عن مرحلة البلوغ نمو الشعر الدقن الصوت طبعا هرمون الزكورة ده ليه دور كبير جدا في أنه هو مسؤول عن الانتصاب مسؤول عن قدرة الحانات المنوية ليه قدرة كبيرة جدا أو مسؤول طبعا برضو عن الكتلة العضلية وطبعا نقصه بيعمل طبعا هشاشة في الأزام ممكن يأثر على القصف ويأثر على الانتصاب يأثر أكتر حاجة على الرغبة الجنسية عشان كده بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الرغبة الجنسية أول حاجة بنعملها بنعمل تحليل هرمون الزكورة وهرمون البرولاكتين فطبعا هرمون الزكورة طبعا برضو أحيانا نقصه بيؤدي إلى حدوث السكر من نوع الثاني تراكم الدهون في الجسم الإنسان برضو بيكون عرض للجلطات والأزامات القلبية طبعا نقص هرمون الزكورة طبعا يعني من الحاجات المهمة أول حقيقة والتعامل معها المفروض يكون بحذر يعني برضو مش أي حد يتعامل مع هرمون الزكورة لأنه زيادة هرمون الزكورة ممكن تؤدي إلى حالة عكسية أو يؤدي إلى أثر عكسي عشان كده لازم بيكون فيه حذر شوية إزاي نشخصه العلاج والعلاج الحديث الآن؟ وطبعا التشخيص التسريب الوليدي طبعا إحنا يعني برضو دايما بنبدأ بحاجة اسمها التاريخ المرضي يعني التاريخ المرضي بنتكلم على المريض بنعرف هو متجوز من إمتى طبيعة العلاجة بينه وبين الزوجة هل فيه مشاكل في البيت ولا مفيش المريض داي عنده مشاكل زي السكر عنده مشاكل في القلب بياخد أدوية طبعا كل دي عوامل بتأثر الحاجة التانية طبعا التحليل التحليل طبعا مهمة جدا إحنا تحليل الهرمونات الزكورة تحليل السكر بعض الناس بنحتاج تحليل البي س سي اللي هو دلالة أورام البروستاتا في بعض الناس طبعا ممكن نحتاج تحليل الغضة الدرقية الأشعاعات طبعا من الأشعاعات المهمة جدا طبعا أشعاعات الدبلر أشعة الدولار دي بنقدر نقيس بها كفاءة العضو الزكري بنقيس معدل دخول الدم في القضيب معدل خروج الدم طبعا برضو بيديك دلالة عن الأنسجة الكافية وبرضو الأشعة دي لازم تكون يعني نعملها في مركز نعملها في مركز متخصص لأنه طبعا دي بتتأثر بطبيعة المادة اللي بتتحقن بتتأثر بكمية المادة الموجودة برضو السيطويتشن نفسه الحالة النفسية للمريض للناس كتير جدا ممكن يكون هو يعني في بعض الناس قولك أنا والله هي عملت الأشعة دي وما كانش في انتصاب لكن بعد ما مشيت حصل انتصاب قوي جدا فطبعا ربط الأشعة بالحالة الإكلينيكية للمريض لأن المريض ممكن يشخص على أنه تصرب وريدي بالأشعة وهو أصلا ما عندوش فطبعا ده دور الدكتور أن أنا أربط الحالة الإكلينيكية اللي هو المريض اللي هو بيحكيه نفسه مع الأشعة ونقدر نقرر لتنم ببعض العلاجات طبعا حاليا تبقى دلوقتي طبعا فيه علاجات طبعا علاجات غير جراحية وفيه علاجات جراحية العاجات اللي هي الجراحية زي الأدوية وده طبعا بنستعمله في المريض اللي هو عنده درجة ضخ الدم ضعيف يعني نوعا ما كويسة نسبة تصرب وريدي قليلة طبعا لازم نتحرط دقة في العلاج لأن الناس كتير جدا ممكن ميكونش بياخد علاج كويس أو بياخدش علاج بالطريقة المزبوطة ويجي لك ويقول لك والله دكتور أنا خدت علاج وتلجأ معاه لأنه هو يعمل عملية وهو لسه أصلا وهو ما يحتاجش عملية لأنه هو يخد العلاج بطريقة مش مزبوطة تانية حاجة ممكن يكون الجراحة نفسها مش مزبوطة فبالتالي تحرط دقة في الأخذ العلاج دي مهمة جدا الحقيقة الحاجة التانية طبعا فيه حاجة اسمها الموجات التصادمية دي عبارة عن جلسات معينة دي بتتعامل على العضو الزاكري بيبقى عبارة عن النبضات أو جلسات معينة أو طاقة معينة بتعمل على تخليق أوعية دموية جديدة هي الحقيقة طبعا الموجات التصادمية مازالت طبعا في مرحلة الشك هي لسه برضو ملهاش دور فعال 100% لكن احنا بننتقل المريض اللي ممكن تنفع معاه الموجات التصادمية المريض مثلا عنده درجة تسريب يعني قليلة درجة ضخ الدم نوعا ما كويسة في العضو الزاكري المريض طبعا اللي هو مش عايز يحن ونفس الوقت مش هنقدر نركب لدعامها ده المريض اللي احنا ممكن نبدأ معاه بالشوك ويف لازم برضو المريض يعرف ان احنا قد يستجيب او قد لا يستجيب عشان برضو التكلفة المادية لازم برضو يعرف نسبة النجاح بتاعته قدية لازم برضو يعرف ان احنا النتائج مش هتظهر من اول جلسة لازم طبعا ممكن يحتاج كذا جلسة عشان تبدأ تظهر النتائج المريض بقى اللي هو او الفشل معاه بقى الأدوية يعني المفروض ان احنا بنمشي محطات او بنمشي خطوات المريض اللي بيفشل معاه الأدوية او بيفشل معاه الحقن الموضعي او بيفشل معاه الشوكيف بنلجأ لحاجة اسمات دعمات الدعمات ليها انواع الدعمات ليها تقنية مهمة في الانسرشن في التركيب طبعا الدعمات احنا عندنا نوعين يعني كبار جدا من الدعمات حاجة اسمات دعمة المرنة او بنسميها شبه الصلبة يمكن انا نهاردة جبت الدعمات معنا في حاجة اسمات دعمة شبه الصلبة او الدعمة المرنة دي عبارة عن دعامة بسيطة جداً بتبقى عبارة عن دي بتتزرع داخل النسج الكافي أو داخل العضو الزاكري طبعاً هي مزيتها نية فيها صلابة وفيها مرونة مرونة عشان أب خلاص بساعة الارتخاء بيبقى في دها في حالة الارتخاء لكنها بيبقى في حالة صلابة بيقوا في اتنين جنب بعض فبالتالي دي لها قدرة على الاختراق ولا قدرة على الجماع دي اسمات دعامة شفة الصلبة في نوع تاني من الدعامات أو حاجة اسمات دعامة الهيدروليك الهيدروليك دي عبارة عن عبارة عن ثلاث أجزاء فين ومنها نوعين فين وعليه جزئين ونوع ثلاث أجزاء دي عبارة عن بلونة أو اسمات دعامة البلونية أو الدعامة الهيدروليك أو برضو بنسميها الدعامة القابلة للنفخ ده طبعاً بيبقى في حاجة اسمها خزان وحاجة اسمها بمب اللي هي المضخة نفسها ودول بيتزرعوا داخل النسيج الكافي فكرتها كلها نبدأ يعني بيسحب السائل الموجود هنا بداخل النسيج الكافي وبالتالي بنقدر نحصل على الصلابة المطلوبة ده طبعا بعد ما بيخلص علاقة أو بيخلص جماع خلاص بيرجع السائل تاني دي هنا كده درجة الصلابة الموجودة فبالتالي دول بيزرعوا داخل النسيج الكافي ما بيخلص بيبقى بضغطة بسيطة جدا من هنا مثلا بيبدأ السائل يرجع تاني للخزان هو الموجود هناك ويبدأ يحصل حالة الارتخاء تاني طبعا الدعامة الهايدروليك يعني يمكن قفزت في الفترة اللي فاتت أو بدأ يحصل فيها تطورات كبيرة جدا كنا زمان بنقول الدعامة اللي شبه الصلبة هي الدعامة الكويسة أو الدعامة اللي هي الفالت حاليا أو الدعامة يعني مور ديورابل أكتر بتعيش أكتر بتعرض فترات طويلة أكتر الدعامة الهايدروليك بدأ الدينة تتغير بدأ الدعامة الهيدروليك بتحقيق عارف طبعا كل حاجة بيبقى فيها منافسة طبعا صراعة كبيرة فطبعا الدعامة الهيدروليك حاليا بدأت تقفز بطريقة كبيرة جدا بدأ يبقى كنا زي ما بنقول دي الأحسن لأنها ما فيهاش أي مشكلة دعامة بسيطة جدا ما فيهاش وصلات ما فيهاش حاجة دلوقتي بدأ يطوروا في الوصلات بدأت تعيش أكتر طبعا فترة طويلة جدا بدأ برضو يطوروا بدأ ما يبقى فيه ثلاث أجزاء بدأ فيه هما الجزئين دي ما كانتش موجودة في مصر بدأ الدعامة الاسمها الامبكور دعامة جديدة برضو بيبقى بقى بدأ تجمع ما بين المميزات بتاعة الدعامة اللي هي الصلبة والدعامة الهيدروليك لياسوليسية الأجزاء بدأ دي قطعتين بس أو بنسميها سنائية الأجزاء دي عبارة برضو نفس القصة بيبقى فيه مضخة برضو في نفس الوقت دول بيتزرعوا داخل النسيج الكافي ما فيش ريزيرفوار ما فيش ريزيرفوار ده طبعا بيستعملها برضو في بعض الحالات يعني في بعض الحالات الناس اللي هو بيبقى عنده عمل عملية مسلا في مضخة العانة أو أنا مش عادة ريزيرفوار ده فبالتالي أنا ممكن استعمل دي اللي عندهم فتأ يعني عنده فتأ مركب شبكة عمل عمليات قبل كده الناس اللي طبعا كل مريض طبعا بيبقى له حاجة معينة هي طبعا الدعامة اللي هي الهيدروليك بدأ يبقى لها طبعا فيها ميزة كبيرة جدا إن هي أول حاجة بقدر المريض يتحكم في درجة الصلابة يعني بيقدر إن هو يتحكم في الدرجة اللي هو عايزها في الصلابة الدعامة للشبه الصلبة هي مقاس واحد أنا بحط المقاس خلاص مع الوقت طبعا أحيانا بيحصل تمدد في الأنسجة لأنا أقدر أعوض التمدد اللي في الأنسجة ده بالدعامة الهيدروليك تاني حاجة طبعا درجة السمات داخل العضو الزاكري كويسة جدا تالت حاجة طبعا درجة الإخفاء هي أشبه بالطبيعي يعني كويسة ما فيش دي طبعا أنا عشان أتنيها كده وأفردها طبعا بيبقى درجة الإخفاء بتاعتها بيبقى فيها صعوبة شوية اللي هي نافية مازالت برضو الجزء الصلب موجود الدعامة الهيدروليك لا درجة الإخفاء أحسن درجة الانتصاب أفضل بيقدر يتحكي في درجة الانتصاب تاني حاجة المريض طبعا اللي هيعمل عملية مس في بعض الناس هيعمل عملية في البرستاتا أو هيعمل عملية بالمنزار لا دي بالنسبة لنا بتبقى أسهل بيبقى أسهل بفيش أي مشكلة لكن دي بتبقى دخلة جوه العضو الزكري فعشان أدخل منزار وادخل على مجرى البول الموضوع طبعا بيبقى فيه عائق شوية أثناء إجراء العملية طبعا هو كل مريض بيبقى له نوع معين من الدعامات وإحنا برضو المفروض نوجه المريض بأمانة شوية يعني برضو في بعض الناس أقول لك حضرتك مثلا آه دي ينفع دي وينفع دي المريض ينفع دي واتنين آه كل دعامة من دول لازم أنا أقول أشرح للمريض كل حاجة سلبياتها وإيجابياتها مميزاتها وعيوبها هل دي فاها مشكلة ولا ما فاش مشكلة وبالتالي طبعا لازم نوجه المريض طبعا هي عب طبعا الهيدروليك شوية هي أغلى شوية وده أغلى طبعا بس طبعا التكنولوجيا بتاعتها أعلى هي معقدة شوية طبعا الواصلات الموجودة في ناس قالت الواصلات دي ممكن تتسد تعمل مشاكل آآ الانسجة اللي هي ممكن تبقى داخل النسجة الكافية ممكن يحصل لها تآكل أو يحصل فيها مشاكل ده طبعا كان مع الجنريشنز القديمة لكن دلوقتي مع التكنولوجيا الحديثة طبعا أصبح الحاجات والأعطال دي كلها بالحقيقة قلت قوي معادش في الغالب معادش موجود وكمان لو حصل فيها مشكلة المريض طبعا بيبقاله مع ضمان مدى الحياة ممكن برضو يستبدل الدعامة في أي وقت لو حصل أي مشكلة رأيك القلم في زراعة الدعامة خارج أو داخل الجسم هو طبعا ده من الحاجات اللي هي فيها جدل شوية طبعا بين الأطباء وبعضهم يا خناء فعلا هو أنا رأي الشخصي يعني أنه هو 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 بنسميه فلس في مصنيم هو اسمي شهير خاطئ يعني هو أصبح فعلا اسمي شهير خاطئ والاسم مش ماشي مع الطريقة نفسها أنا بسميها هي تقنية إزاحة الجسم الكافي أو تقنية الحفاظ على النسيج الكافي لكن هو مش خارج النسيج الكافي هي كلها بتبقى داخل النسيج الكافي لكن الاسم نفسه إن هي خارج النسيج الكافي هو يعني هي طبعا المفروض إن إحنا ما نقحمش المريض في حاجة زي كده طبعا لإن هي فيها جدل كبير جدا بين الأطباء لإن إحنا بين إلا بعض المرضى بيجي وقول لك أطبا هتعملها لي خارج النسيج ولا داخل النسيج الفكرة كلها في التكنيك في العملية نفسها هي اسمها تقنية الحفاظ على النسيج الكافي أنا كل دكتور طبعا أنا رأي الشخصي إن كل الأطباء في العالم بيعملوها بطريقة واحدة هي نفس الطريقة اللي هي اسمها إزاحة النسيج الكافي أو الحفاظ على النسيج الكافي انسيرشن داخل الجزء ده هي ساب تيونيكال تحت التيونيكا نفسها أو تحت الولاف انا بقى بحافظ على النسيج الكافي كل دكتور بقى على قد ما يقدر بيحافظ على النسيج الكافي طبعا هو إحنا بعض الأبحاث قالت طبعا لما بنحافظ على النسيج الكافي بيبقى التروية أحسن درجة النشوة والأحاسيس والدفء اللي موجود في العضو الزكر طبعا بتبقى أفضل فهي تقنية في الغالب كل الناس بتعملها بطريقة واحدة فما فيش داعي طبعا إن إحنا طبعا إن ده بيأثر على نفسية المريض المريض نفسه بقاش عارف هي خارج ولا داخل النسيج الكافي لكن هو الموضوع كل الأطباء في العالم بتعملها بطريقة واحدة الحقيقة الإحساس وخصوة عند الزوجة هيكون طبيعي؟ هو طبعا بيبقى طبيعي لأن إحنا طبعا أثناء العملية يعني دي مهارة الجراح طبعا إن إحنا أثناء العملية بنحافظ على الأعصاب بنحافظ على وعية الدموية بنحافظ على النسيج الكافي الزوجة طبعا لو هي مش عارفة حاجة عن الدموية مش تعرف طبعا في بعض الناس بيبقى قبل الجواز بنركب لدعامة وبتجوز عادي جدا والزوجة ما بتعرفش أنا برضو رأيي الشخص إن إحنا لما بنيجي نركب دعامة المفروض الزوجة نفسها تكون موجودة طبعا وجود الزوجة طبعا بيكون مهم لأننا ما بشرح المريض الدعامة ممكن هو نفسه يروح يقول للزوجة أو اشرح لها الدعامة بطريقة مختلفة فممكن تنفر من العلاقة ما بتبقاش عارفة إيه اللي بيحصل فبالتالي وجود الزوجة أثناء العملية أو أثناء إن إحنا النقاش مع المريض ده طبعا بيكون مهم جدا وطبعا من الحاجات المهمة برضو جدا إن أنا أععد مع المريض قبل العملية واشرح له طبيعة العملية لأن فيه ناس كتير جدا بيكون متوقع حاجات من الدعامة على العكس المتوقع في دماغه هو فلازم أنا أشرح له إيه التوقعات اللي ممكن تحصل من عملية الدعامة إيه يعني إيه هستفيدوا من الدعامة هل فيه مشاكل ولا مفيش بيبقى فيه احتياطات طبعا قبل العملية وفيه احتياطات طبعا أثناء العملية وكل طبعا بينعاكس أو بينعاكس على نجاح العملية هل مريض السكر يعني ده سؤال سازج لأنه هي أساسا الدعامة مريض السكر طبعا الحقيقة عارف طبعا إن أكتر الناس بتعاني من ضعف الانتصاب هو مريض السكر فطبعا يمكن الدعامة مخصوص تعاملت لمريض السكر الغير معالك عشان كده برضو من ضمن الاحتياطات اللي إحنا لازم نعملها إن السكر لازم يكون مزبوط فالمريض طبعا قبل العملية لا بزبط له السكر السكر التراكمي لازم يكون مزبوط في ناس تقول لك دكتور طبعا أنا السكر عندي مزبوط بعمل له النهاردة لقيته مزبوط لا هو طبعا ده بيجي مع التراكمات مع الوقت فبالتالي ضبط السكر سواء عدي أدوية للمريض اللي هو عنده مثلا درجات تسرب وريده قليلة أو هنديله أدوية لازم يزبط السكر المريض اللي هيعمل عملية برضو لازم السكر يتزبط علشان ما نخشش في مرحلة المضاعفات وإلا سيزهبت المريض إلى الخزعبلات طبعا العشاب طبعا دي من ضمن الحاجات برضو اللي بتقبلها كتير جدا موضوع الناس اللي هما في حاجة اسمها علاج بالطب البديل علاج بالأعشاب في ناس حاجة اسمها علاج بالطاقة يعني اسمها حاجة اسمها علاج بالطاقة برضو كل ده نصب انت بسا بتعمل براوزينج على النت أو حاجات زي كده بتلاقي ويطلع لك إعلان كده مش عارف علاج تجبير العضو الزاكرة العلاج معرفش طبعا كل الحاجات دي مفيش حاجات علمية طبعا لما بنطبق الحاجات دي لازم بتطبق يعني واحد يقول لك تقول ما هو أعشاب ده حاجة كويسة الدواء ده متاخد من أعشاب طبعا عشان ناخد الدواء من الأعشاب ده طبعا بيمر بمراحل كبيرة يعني برحلة اننا بيختار ناس بيتجرب عليهم شوان كبر مدى البحث العلم نفسه بعد كده الدواء ممكن ينزل في السوق ممكن يحصل منه مشاكل وارجع أصحابه تاني فعشان كده الحاجات دي بتمر بمراحل كبيرة جدا مش أعشاب كده بأخوه ده وخلاص الموضوع طبعا مختلف فيها مفيش أدواء من الأعشاب ندرة يعني عشان ربعارفين بس منظم الأدواء الموجودة في السوق العالمية المؤثرة في هي أدوية مخلقة كيميائية الأعشاب مفيش حاجة الأعشاب ندرة بيلاقي أدواء له مرجعية عشبية أساسا دي حاجات بسيطة جدا جدا يعني مش موجودة في الزكورة كمان الناس بتختنع بالموضوع ده أول والذات كمان في الحصوات بقى يقول لك أنا أخدت أعشاب معرفش إيه عشان إيه عشان الحصوة تنزل ويبقى مختنع ويروح لبعض الناس طبعا وبيتدوم أدوية بلاي ناس طبعا عندهم آآ مشاكل كبيرة جزا حصوة كبيرة جدا حصوة ما يدفعش أصلا غير عملية يقول لك لأنا أخدت عشاب عشان حصوة طبعا الحاجة وفي الإنجاب طبعا وتأخر الإنجاب آآ يعني للأسف مفيش حاجة يسمى الطب البديل عشانه بعارفين يعني مفيش شيء في العلم الحاجيس دلوقتي يسمى الطب هو الطب طب مفيش بديل له البديل ده نصب بقى يعني إن أنا حط بقى كورو كمين بيعالج مش عارف إيه نصب إن أنا يعالج الضعف الجنسي بكريمات نصب طبعا إن أنا أعالج ضعف الانتصاب بأحشاب نصب ده كل ده نصب الحجامة ما بتعليكش ضعف الانتصاب خالص مالهاش علاقة بيه من أقاريب ومعيد أنا بعمل المناسبة يعني ده خالص دي حاجة لم تدرك في الطب أساسا يعني غد الوقت لم تدرك في الطب مالهاش علاقة بالسنة حتى ما بتتدرسش حتى في كلية الطب يعني حاجات دي كلها اكتهادية مالهاش علاقة بالسنة يعني هي كانت موجودة قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام مولده عليه الصلاة والسلام. ما كان كان فيه حجاب. يعني انا مش شنة بقى. اللي كانت موجودة في العصر ده. يعني احبش عايزين ندخل في السكة دي شوية يعني الحكم الديني والحاجات الدينية. لكن احنا بنتكلم طبيا. اه ان الحاجات دي اصلا مش حاجات طبية. يعني برضو ايه مباغ ان احنا اه ما ناخدش الحاجات دي الا تحت اشراف طبي او انا ارجع على الدكتور اه في الحاجات دي قبل ما اخد اي حاجة. انت نورت ويعني اوضحت نقاط عديدة. يبقى كل ما يتعلق بالتسريب الوريد. الضعف الجنسي. مشاكل المصاحب قال له. كيفية التعامل معاه. انواع الدعامات. وضع في الاعتبار انها مناسبة للمريض السكر. الانواع باختلافها. نهارده شرحناها بالتفصيل. الدور المهم جدا لفكرة زرع الدعامة فين ده برضو شيء مهم النهارده طرح. كل ده لازم يكون موجود في الثقافة عشان ما يبقاش. مرض الضعف الجنسي. مرض معيق للرجل. انه يعيش حياة طبيعية على المستوى الزوجي. وعلى مستوى العملي كمان. لان فيه ناس كتير بتقصف بشكل نفسي. عنيف للغاية. ضيف العزيزة القمة العالمية الكبيرة. الاستاذ دكتور صلاح زيدان. استاذ جراحات الكلا والمسالك البولية والتناسولية. واستشاري امراض الزكورة. وضعف الجنسي. والعقب وكلية طب بجماعة الازهر. عضو جامعية الامريكية والدولية والاوروبية للجراحات المسالك البولية والأمراض الزكورة. نورت. خارج تورايم. شكرا. 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 دايما معنا بقى. مع الناس الحديد. شكرا.